عن تاريخ السينيما الليبية نتحدث والتي يتجاوز عمرها المئة عام ففي عام 1968 تكاملت كل التقنيات السينمائية فأنشئت معامل التحميد والطبع وتم شراء آلات من ألمانيا وبدأت الاستعدادات لقيام السينيما وطنية عندما كان الراحل أحمد الصالحين الهوني وزيراً للأعلام والثقافة حينها والذي كانت لديه الرغبة في قيام سينيما الليبية فأنشأ قسم الانتاج السينمائي وبدأت المحاولات الأولية في الانتاج وفي العام 1973 تم انتاج فيلم بعنوان عندما يقص القدر للمخرج عبدالله الزرور ويعتبر أول فيلم في تاريخ السينيما الروائية الليبية ومن بعد تم انتاج فيلم الطريق للمخرج فلسطيني يوسف شعبان محمد وفي السبعينات شهدت السينيما في ليبيا حضوراً ملفتاً حيث كانت صلاتها تعرض أفلاماً قبل الدول المنتجة لها وهنا لابد لنا من وقفة أمام فيلم الشضية للروائي الليبي إبراهيم الكوني هذا الفيلم الذي يعتبر من أهم الأعمال الروائية في السينيما الليبية في محاولة هي الأولى لنقل الأدب الليبي إلى الشاشة لأول مرة مع الأخذ بعين الاعتبار أهمية القضية المطروحة وهي مناقشة مشكلة الألغام التي زرعت إبان الحرب العالمية الثانية وتأثيرها على الأرض والبشر جاءك الجود جاءك الجود جاءك الجود مرحبا يا مولود مرحبتي مرحبتي هيا يا بابا اذا اه عنز 언約 ما هو مفقود جاءك الجود جاءك الجود يا بابا جارججل هلا مفقودة يا بابا بجك لي بالله عليك مسمح يا سيلمة حتى فوديادنا مزرع الغلال هاكي يا سيلمة سلمك وسلم أولادنا جعني ما نفقدك يا سيلم وشهدت فترة أثمانينات إنتاج واحد من بين أبرز الأفلام العالمية وهو أسد الصحراء الشيخ الشهداء عمر المختار والذي قام ببطولته وبأداء مميز من الممثل العالمي أنطوني كوين بعدما قدم الشخصية بأداء أذهل به متابعي الفيلم وبمشاركة نجوم عالميين تحت إشراف المخرج الراحل مصطفى العقاد نعم إنها تتميز بماضي عريق ولكن لا تحاول شراء الكثير بها اليوم أموالكم تماما كأمجادكم ليست خالدة ولكني أحترم ماضيكم وعليكم احترام ماضينا نحن أيضا لنا تاريخ وعلوم رياضيات وطب في قرون ظلامكم قدنا العالم في المعارف كم يوما ستحتاج لترتيب استسلام رجالك نحن لن نستسلم ننتصر أو نموت ولا تظن أنها نهاية سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه السينما الليبية لم تقتصر مساحات الإبداع لديها في تسديد الملامح الوطنية فحسب بل امددت إلى تقديم جوانب إنسانية مختلفة من الأدب والحياة الاجتماعية عبر أفلام روائية طويلة وأفلام قصيرة وهذا ما قامت بإنتاجه الشركة العامة للخيالة في عدد كبير من الأفلام السينمائية التي جسدت واقع نشنا ومن بين هذه الأفلام كان فيلم معزوفة المطر للمخرج عبدالله الزروق وبطولة نخبة من نجوم السينما الليبية ويبقى السؤال لماذا لم نرى بعضا من هذه الانتاجات السينمائية لأعمال فنية كبيرة حصدت الكثير من الجوائز العربية والعالمية عبر شاشات التلفزيون الليبي ولماذا أقفلت صلاة العرض السينمائية أبوابها أمام الجمهور الليبي